غداً يقف علي لطفي يقف مصطفى شبير خد مني الكلام سكه هيعمله مباراة كبيرة هيعمله مباراة كبيرة وإن كان بحسن معلومتنا إن الأقرب هيبقى مصطفى شبير هتقول لي ليه؟ ده علي لطفي الشاركة في المراني النهاردة مع النادي الأهلي يعني المفروض إنه جاهز وفعلاً هو جاهز مارس الكولر دي إراية بقى مش معلومة دي إراية مش معلومة هقول لك برضو معلومة بس الأولي الإراية إن مارس الكولر من المدربين لو اللعيب ما بيتمرنش معاه كام تدريبة وعلى بعض ما بيشاركوش أساسي حتى لو لعيب مهم جداً ده حصل مع لعبين كسر في النادي الأهلي من ساعة ما جاء مارس الكولر حتى في المؤتمر الصحفي إنبارح قال إن محمد الشناوي هو جاهز شوية بس بقاله فترة ما بيتمرنش معايا وبالتالي مش هيلعب مباراة الزيب عشان كده استبعدتم مباراة الزيب نفس الأمر على العيب لطفي بقاله فترة غايب عن النادي الأهلي غايب عن تدريبات النادي الأهلي بسبب الإصابة وشارك فقط في مران الفريق الجماعي النهارد وبالتالي بتفكير مارس الكولر فمصطفى شبير اللعرب طيب المعلومة إيه؟ ده دي الإراية اللي إراية في عقل مارس الكولر المعلومة بقى إيه؟ المعلومة إن مارس الكولر فعلاً عايز يلاعب مصطفى شبير عايز يلاعب مصطفى شبير طيب أنا هقول بس الزمالي يقفلولي عشان أنا مش عارف أتكلم مش نستوى تعالي مصطفى شبير المفروض هو اللي هيبقى موجود في تشكيلة النادي الأساسية أمام الوداد ده برأي مارس الكولر أو بتفكير مارس الكولر إجهاز المعاون للنادي الأهلي قال لمارس الكولر طب معالي اللطفي ممكن تبقى خبراته أزاد ما قالوش مثلاً إن مصطفى شبير مستوى أقل خد بالك قالوه بس إن عالي اللطفي ممكن تبقى خبراته أزاد شوية من مصطفى شبير وبالتالي ممكن هو اللي يلعب المباراة بما إنه جاهز مارس الكولر ميال لمصطفى شبير الجهاز المعاون ميال لعالي اللطفي لتنين تقريباً في مرتبة واحدة عند الجهاز الفني بس كل واحد عنده دوافه مارس الكولر إن مصطفى شبير هو الأساسي مع الأهلي خلال عشر تيام فياته اللي غاب فيهم علي اللطفي وقبلها محمد الشناوي فبالتالي مصطفى شبير هو اللي يلعب الجهاز المعاون شايف إن عالي اللطفي ممكن تبقى خبراته أزاد شوية من مصطفى شبير فممكن هو اللي يلعب اللقرب بحسب معلوماتنا مصطفى شبير هو اللي هيبقى الحارس أمام الوداد طيب معلوماتي أو مش معلوماتي تحليلي لمصطفى شبير وأنا قلت الكلام ده على فكرة أكتر من مرة أنا انتقيت بمصطفى شبير في حديث تلفزيوني قبل كده في حوار تلفزيوني من 3 سنين من 3 سنين كان لسه كمان أصغر من كده بكتير أبهرني بشخصيته القوية الكبيرة اللي أكبر من سنه تقول لي يا عم أه أنت بتفرش وبتقول أنا بقولك أنا في حارس المرمى تحديداً ببص على الشخصية أنا مكتشفاني معا معايا هو مستوى قويس ولا مستوى ضعيف أنا معرفش لسه كان لسه مصطفى برضو ما شاركش مع النادي الأهلي يا دوبك كان بيلعب مع منتخب الشباب كانتش حارس حتى أساسي مع منتخب الشباب بس أنا قلت إن الشخصية دي ممكن تودي لحارس كبير فأنا ميال لمصطفى شبير بس عشان حسيت إن شخصيته تتحمل المسئولية تصورتي كده أو تحليلي كده هتقول لي آي أنا لو لعب وحش هيبقى أنت كمين تقول له الله أعلم الله أعلم الله أعلم فأعتقد مصطفى شبير هو اللي ممكن يبقى موجود في مباراة الوداد